ترعى سامعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيسه مجلس الشورى عمال الجلسة العشرين للمجلس في دولة العقادة الأول من الفصل التشريعي السادس وناقش المجلس مشروعين بقانونين بشأن التصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين واليابان لتبادل وتشجيع وحماية الاستثمار ومشروع قانون بإلغاء المادة رقم 353 من قانون العقوبات مشروعان بقانون تمت مناقشتهما في جلسة مجلس الشورى العشرين في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس بشكل مطول من أجل الموافقة عليهما بعد التدقيق وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار بين مملكة البحرين واليابان تمشيا مع الجهود الحكومية بسبيل تعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتشجيع الاستثمارات المشتركة مع كفة الدول وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها مع زيادة تعزيز الاستثمار من خلال خلق ظروف مستقرة وعادلة ومؤاتية وشفافة لمستثمري كل الأطراف الحقيقة اليوم مجلس الشورى وافق على اتفاقية تشجيع الاستثمار مع اليابان طبعا البحرين واليابان هناك علاقة متميزة تمتد لأكثر من 90 سنة عندما صدرت البحرين أول ناقلة نفط في عام 1934 إلى يوكوهاما في اليابان لا يوجد شك بأن تشجيع الاستثمار سيساهم في موضوع نجاح خطة التعافي التي تشرف عليها وزارة المالية نتمنى على القائمين على مثل هذه الاتفاقيات الاستمرار في متابعة تنفيذها واستهداف مشاريع مستقبلية خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المعلومات كما وفق مجلس الشورى على مشروع قانون بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات والذي يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن ولسيما ضد الاقتصاب والقضاء على دوافع وأسباب جريمة الاقتصاب إذ أن المادة 353 من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج قضية الاقتصاب ولا تؤمن الحماية الملائمة للمرأة بهذه الجريمة توافق المجلس اليوم مع المجلس النواف منتهى له من قرار وكذلك كافة مؤسسات الرسمية المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعني في جهود الألقاء هذه المادة تم الموافقة عليها باعتبار أن إلقاء المادة يحقق فعلا الحماية المطلوبة وأيضا يتم خلال تطبيق عدد من القواعد القانونية الهامة في شأن الإعفاء من العقوبة باعتبار مسألة عدم القبول في أمر الزواج في جريمة تعتبر من جرائم الجنايات الواقعة على الأنثى بكافة فئاتها العمرية أيضا توافر القصد الجنائي بموجبها انعدام وفق الإحصائيات عدد القضايا التي سجلت في جرائم الاقتصاب هذا مؤشر إيجابي أسهم في أيضا إلقاء المادة باعتبار انعدام الحاجة لوجود مثل هذا التشريع في قانون العقوبات يوم نقول الحمد لله وبكل فخر نمشي مع التفاقيات الدولية التي تحافظ على حقوق المرأة فإلقاء هذا المادة يكون في صلب الحفاظ على المرأة من واجبنا أن نشكر المجلس الأعلى للمرأة وترأس طبعا سمو الأميرة سبيكة التي طالما تدفع كل القوانين لصالح المرأة مجلس الشورى يعمل بكل لجانه المختصة للأصول إلى اتفاق شامل يخدم الوطن في شتى مجالاته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ناقشت تقريرين همين أولهما التصديق على اتفاقية تعاون بين مملكة البحرين واليابان لفتح مسار استثماري جديد يعود بالنفع على البلدين ونوقش أيضا تقرير مشروع قانون بإلقاء المادة 353 بما يحقق المتطلبات ويصون الحريات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين